بخطا سريع يقف رئيس الوزراء الضيف ليمثل أمام المضيف وكأنه موظف أمام مديره ليبدأ اللقاء بجملة تحمل الكثير لم يتجاوز لقاء الكاظمي بالمرشد الإيراني علي خامنئي أعرف السياسة والدبلوماسية فحسب بل تجاوز حتى منطق العلاقات الودية العميقة نظر إليه الكثيرون كتجسيد عملي واضح لحالة المنظومة السياسية الحاكمة في العراق وعلاقتها مع إيران وصورة أخرى تظهر مصداقية عن تريات الزيادة والاستقلالية التي تعهد الكاظمي بالعمل وفقها عند تسنمه المنصب لم ينتهي الأمر إذ تكشف بداية اللقاء فحوى ما دار فيه على لسان مصادر صحفية قالت إن كلمة المرشد الإيراني حملت هجوما مبطنا ودعوة إلى الإسراع في إخراج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق وتحديدا للأخيرة باستمرار العمليات ضدها خامنئي تحدث عن عدم تدخل بلاده في علاقة بغداد بواشنطن ثم عاد ليناقر نفسه بالمطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق ثم أكمل أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شامخاني بالقول إن استراتيجية إيران هي الدفاع عن سيادة الحكومة في بغداد وفي ذلك إما حديث من باب السخرية أو الانفصال عن الواقع فالسيادة باتت أكثر شيء في العراق يفتقد مع تعدد الولاعات وسطوة الميليشيات والأحزاب الموليدة لإيران على مفاصل الدولة الكاظمي لم يستطع أن يخفي إشادته بما سماها التضحيات الإيرانية الجسيمة في العراق إبان الحرب على داعش ثم يصف إشادات خامنئي بمفتاح حل المشاكل ربما سيسأل الإيرانيون أنفسهم لماذا يغرقون في الأزمات المتتابعة وتنزلق بلادهم إلى الفقر بوجود المفتاح لم يكتفي بمغازلة الميليشيات عبر مرشدها ليشدد على وقوف حكومته إلى جانب طهران في أزمتها الاقتصادية بحسب صحف مقربة من إيران زيارة الكاظم الأولى خارجيا عبرت بنظر كثيرين عن التوجه الجمعي لشركاء العملية السياسية والعقل الباطن الذي يرسم سياسة العراق وفق مقتضيات العلاقة مع إيران التي لم تتخيل يوما أن تتمكن بهذا الشكل من العراق الذي وصف مرة ببوابة العرب الشرقية اشتركوا في القناة